يا لغتي عربية حسنين لأنك وانطقي وبياني عربية القلبي وروحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين وبعد مشاهدي الأكارم فهذه حلقة أود أن أتطرق فيها إلى موضوع مهم 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 للغاية أبدأ فيه بقول الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذه الآية الكريمة فيها أن هذه اللغات وأن اختلاف الألسنة آية من آيات الله تبارك وتعالى دليل من دلائل عظمة الباري الخالق سبحانه وتعالى أقول لأجل هذا لا ينبغي أن نتعصب للغة معينة هكذا بمحض العاطفة ولا ينبغي أن ننتقص لغة ما هكذا أيضا بمحض العاطفة لكن نظرت إلى نفسي فوجدتها تحب اللغة العربية حبا جمعا أتدرون لما سأذكر لكم سبب حبي لهذه اللغة العظيمة المباركة أولا إن أية لغة في الدنيا هي أولا طريقة أو وسيلة للتواصل بين الناس وهي ثانيا طريقة للتفكير وهي ثالثا مصدر عزة واللغة العربية تجمع هذه الأمور الثلاثة لا ريب في ذلك ثم إنها تتميز عن اللغات كلها بأنها لغة دين بأنها لغة عقيدة بأنها لغة شرع بأنها لغة القرآن ولغة سنة سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه اللغة العربية الله تبارك وتعالى اختارها فأنزل بها أعظم وأشرف وأكرم وأفضل كتابا على الإطلاق على أعظم وأشرف وأنبلي نبي صلوات الله وسلامه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن العربي نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين سنته المطهرة بلسان عربي مبين ديننا لا ندخل في هذا الدين إلا بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل أنها تقال بهذه اللغة المباركة إلا استثناءا أو إلا من عذر كذلك صلاتنا أعظم ركن بعد الشهادتين أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والصلاة نقرأ فيها فاتحة الكتاب نقرأ فيها صورا أو آيات كل ذلك باللغة العربية المباركة الأذكار نأتي بها في الأصل باللغة العربية وصلاتنا ينبغي أن تكون في الأصل باللغة العربية إلا من عذر والأمر مبسوط في كتب فقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة حجنا إذا حججنا فإننا نحج ونذكر الله ونلبي باللغة العربية إلا من عذر والأمر مبسوط أيضا في كتب فقهائنا عليهم سحائب الرحمات إذن لغتنا هي لغة دين هي لغة عقيدة هي لغة نفاخر بها الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى ثم هي لغة لا بد أن نعتز بها كل قوم في الحقيقة يعتزون بلغتهم مهما كانت هذه اللغة ولو كانت لغة لا يتكلم بها إلا العشرات من الناس ومع ذلك يعتزون بها ويتمسكون بها وقادتهم يحرصون كل الحرص على أن يتكلموا بها والأمر بالنسبة إلينا مختلف للأسف تمام الاختلاف فإننا في مواطن عدة نستحي من أن نتكلم بهذه اللغة العظيمة الميمونة أذكر لكم كلمة طيبة بل أقرأها على مسامعكم كلمة للإمام محمد الصادق الرافع رحمه الله تعالى في وحي القلم قال عليه سحائب الرحمات ما ذلت لغة شعب إلا ذل ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد إما أو قال أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع هكذا قال رحمه الله تعالى في وحي القلم معاشر الأكارم لغتنا من الأمور التي تدل على عظمتها وقوتها أنها لغة الثبات لا يعرف في التاريخ أن لغة مضى عليها خمسة عشر قرنا من الزمان وهي ثابتة كالطود الشامخ الأشم لغتنا ثابتة يشهد بهذا هؤلاء قبل أن نشهد نحن على ذلك وقد ذكر الكثيرون أن الأمريكيين وأن الروس أقصدوا كثيرا منهم إذا أرادوا أن يكتبوا تاريخهم فإنهم يكتبونه باللغة العربية لما؟ لأن اللغة العربية ثابتة لا يكتبون بلغاتهم لأنهم موقنون أنها ستندثر كمن دثرت اللغات قبلها اللغة اللاتينية مثلا أين هي اللغة اللاتينية؟ توزعت وتشتتت فصارت عدة لغات اللغة العبرية مثلا لغة العبرية وصل عليها واحد الزمان بقيت فقط في معابد اليهود وخلفتها اللغة الآرامية في عصور عدة حوالي ستة حوالي ستة وعشرين قرنا تقريبا واللغة العبرية خلاص كادت تندثر تماما اندثار تاريخ تأحى يشهد بهذا وقتها بدأت ترجع اللغة العبرية لما أراد هؤلاء الصهاينة أن يضعوا هذه الدولة أو أن يصنعوا هذه الدولة ينشئوا هذه الدولة الصهيونية الغاصبة الغاشمة ردوا الاعتبار إلى هذه اللغة علموا أن اللغة أمر هام جدا وأمر أساس في بناء أية أمة فأرجعوا الاعتبار إلى اللغة العبرية بل وسموا الدولة بالدولة العبرية لغات كثيرة جدا اندثرت وراحت بل لغات ما زالها موجودة بيننا لكن ضعفت كثير لو كان نحكم مثلا اللغة الإنجليزية قبل قرون كثير من الناس الأعمال تأسير شكسبير وكذا حتى يترجموها ما يفهموها ما يفهموش اللغة القديمة أو اللغة الوسيطة كما يقولون اللغة الحديثة الإنجليزية تبدلت بزاف بزاف وهكذا يقول في سائر اللغات أما اللغة العربية اللغة العربية قبل 15 القرن وحتى تعالى الجاهلية الآن يقراها يقروها الناس ويفهموها بفضل الله تعالى ويقروها يفهمون مشاعر ويحسون بأحاسيس ذلك الذي تكلم بها بل هناك قصة عجيبة جدا يقصها الأستاذ فتحي هذا كان يعمل في دار العلوم بمصر فتحي جمعة يحكي واحد قصة عجيبة جدا يقول لك مجموعة من الروس من علماء الروس لما رحوا يدفنوا النفايات النووية في مكان نائن بعيد جدا عن الناس حتى لا يؤذيهم لكن عارفين باللي بعد أربعة قرون أو خمسة قرون رح كي الناس يوصلوا لهذا المكان كيفاش نبهوهم بلي هذا المكان فيه نفايات نووية قال لابد أن نكتب لافتة بأن هذا المكان فيه نفايات نووية احذروها لكن اختلف مع صحابه بأية لغة نكتبها قالوا باللغة الروسية طبعا نحن روس قالوا لا لغة الروسية ستندثر كمن دثرت مثيلاتها قبلها عبر التاريخ عارفين هاتشي فأجمعوا أمرهم على أنهم يكتبون هذه العلامات وهذه الدلالات وهذه البيانات بماذا؟ باللغة العربية لما؟ لأن اللغة العربية هي لغة الثبات وهي لغة الخلود بإذن الله تبارك وتعالى وشهد شهد من أهلها شهد الجميع بفضله حتى العدى والفضل ما شهدت به الأعداء لغة العربية لغة قوية لغة شامخة لغة مباركة لغة ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى أقول إضافة إلى هذا فإن اللغة العربية تحوي من الكلمات أضعاف 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 ما تحويه اللغات الأخرى التي هي لغات حية طبعا لا نتكلم عن اللغات الميتة اللغة الأنجليزية قوة كبيرة لعندها مع أنها كم تحوي من كلمة؟ تحوي حوالي يعني الموجودة في القوامش ومعاجم تحو حوالي 600 ألف كلمة اللغة الفرنسية أقل بكثير حوالي 150 ألف كلمة اللغة العربية أشحى من كلمة حوالي 12 مليون و300 ألف كلمة 12 مليون و300 ألف كلمة فما أعظم هذه اللغة وما أعظم فراءها إنها لغة غنية حقا أيها المشاهدون أيها المشاهدات بعد فاصل قصير إن شاء الله أتمم كلامي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد عدنا إليكم معشر المشاهدين والمشاهدات دائما مع الحديث عن لغة القرآن عن لغة سيد بني الإنسان عن لغة الإضاحي والبيان عن لغة العربية وما أدراكم ما اللغة العربية سبق أن ذكرنا جملة من فضائل هذه اللغة المباركة ووصلنا إلى أن اللغة العربية تحوي أضعاف 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 ما تحويه لغات حية أخرى لها انتشار واسع في عالم الناس اليوم أقول إذن اللغة العربية لا شك أنه بالدقة مش ممكن يعني باش نحصيه عدد المفردات التحى يعني لا يمكن ذلك لا يمكن لكن الكلمات المنتشرة في دووينها ومعاجمها وكتبها وشعرها ونثرها إلى آخره الذين أحصوا العبارة العربية أوصلوها إلى 12 مليون و300 ألف حرف وكننا سمعنا اللغة الإنجليزية نغة قوية جدا نغة منتشرة ونغة حية ومعروفة وكذا 600 ألف كلمة فقط عبارة يعني ما كاش ما جاء للمقارنة هذا من جهة اللغة العربية تجدون مثلا كمسمى واحد له أسماء عدة مثلا العسل العسل في اللغة العربية عندها حوالي 80 من الأسماء الأسد حدث ولا حرج كان بعضهم قال 100 اسم كان واحد قال 150 اسم كان أبو عبد الله ابن خالوي الهمذاني رحمه الله تعالى قال أحصيت للأسد 500 من الأسماء وللحية 200 من الأسماء فلنا أن نتصور يعني ثراء كبير وغينة كبير لهذه اللغة المباركة ثم اللغة العربية تتميز بكثرة المترادفات لما يكون الإنسان يتكلم ويكون إنسان له فصاحة تجده يستعمل المترادفات الكثيرة يعني يريد معنا واحدا لكن مع ذلك اللغة العربية هذه المترادفات مترادفات دايما ننقاو عندها أصل مشترك وكل كلمة عندها شوية زيادة وهذا من ثراء وغنى اللغة العربية أيضا مثلا نذكره كلمة العهد والميثاق العهد والميثاق مترادفان لكن الميثاق في الحقيقة هو العهد المؤكد نذكر مثلا كلمة المدح والثناء مترادفان لكن الثناء هو مدح مكرر نذكره مثلا المدح والإطراء المدح والإطراء مترادفان لكن الإطراء مدحون في الوجه وهكذا غنى وثراء كبير جدا ثم نبدأ نشوف الحروف مثلا الحروف تعلوها العربية حرف حبينا نحبينا زعنا ننطقنا ننطق خاء ننطق خاء وبنطق خي وخو هذه واش ندير لها ندير فتحة ضمة كسرة نبدل الحركة نبدل الحركة فقط وما تديرنا حتى حي يزميل المكان لكن في اللغات الأخرى هذا ماهو ممكن هذا ماهو ممكن لا بد أن نزيد حرفا وربما أكثر في بعض الأحيان كذلك حنا عندنا حاجة اسمها الشدة الشدة في اللغات الأخرى الحرف إذا كرر لا بد أن يظهر لا بد أن يظهر في الكتابة وأن يظهر في اللظ لكن احنا في اللغة العربية الشدة تغني عن تكرار الحرف وهذه قوة أيضا كين حروف احنا تكتب في الرسم التأحى حرف واحد فقط وهما لا يكتبوا بأكثر حرف الخاء مثلا كما قلت حرف الخاء كين يكتبوه بالفرنسيان يكتبوه كا آش لكن العربية حرف واحد خاء لنكتب حرف الغين جي أش احنا حرف الغين حرف واحد وكين حرف مثلا حرف الضاد اللغة العربية تسمى وتعرف بلغة الضاد لأن هذا الحرف ما هوش موجود في أي لغة أخرى ولله الحمد ثم من الميزات تاعة هذه اللغة المباركة أنه ما فيهاش حروف ما نحتاجوهاش بخلاف اللغات الأخرى فيها الحروف صامتة ولا لا فيها الحروف الصامتة للا تخميات في الفرنسية أو في اللغات الأخرى أيضا موجودة لكن احنا ما عدناش حرف يكتب وما نحتاجوش إليه نحتاجو إلى جميع الحروف وهكذا ثم اللغة العربية من ثراءتها أيضا أنها لغة التفاؤل سبحان الله أنها نعم لغة التفاؤل تلقاوا في اللغة العربية تقرأوا يتكلموا عن الأعمى فيقولون بصيرا يسمونه بصيرا اسموه البصير الأعمى يسمي وهو البصير تفاؤلا بأن يبصر يوما ما إن شاء الله تعالى ولم لا كذلك يتكلموا عن اللذيغ الذي لدغته عقرب يقولون السليم تفاؤلا بأن يسلم من هذه البلية يتكلموا عن الصحراء وش اسموها اسموه مفازة كانوا الناس يدخلوا فيها بركي ضيعوا بل كذا فاسموها مفازة كأن الذي يدخلها نتفاؤل بأنه سيخرج فائزا ظافرا إن شاء الله تعالى وهكذا والكلام في فضائل اللغة العربية كرام ذو شجون وكلام يطول جدا لكنني أظن أن العاقل إذا سمع هذه الكلمات وتلك العبارات وتلك البراهين فإنه سيحب هذه اللغة حبا جما وسيتعجب كما تعجبت أنا وكما يتعجب كل عاقل المنصف في الحقيقة من هؤلاء الذين يزعمون أن اللغة العربية لا يمكنها أن تستوعب العلوم الحديثة علوم الطيب وعلوم الفلاك وجروجيا وغير ذلك وهذا في الحقيقة جنون والجنون وفنون إذا كانت اللغة لفي 150 ألف كلمة مثل الفرنسية وكين أقل وكين أكثر شوية ظنوا بالإنتم استوعبت هذه العلوم وقدرت عن احتواء هذه العلوم اللغة لفيها 12 مليون و300 ألف كلمة ما تستوعبش هذه العلوم هذا والله هو الجنون والجنون وكما ذكرت وفنون والله تعالى المستعان كأن اللغة العربية ردت بنفسها في كلمة طيبة وفي بيتين مباركين لحافظ إبراهيم رحمه الله تعالى كأن اللغة العربية تكلم فقالت وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمختراعاتي إذن هذا في الحقيقة أمر عجيب ثم نشوف الله يبارك احنا بعض الدول العربية مشات فهذا المنحة تعترجمت العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية سوريا العراق إلى آخره وتلقى جامعات باللغة العربية تقري الطب باللغة العربية تقري الهندسة وما كان حتى حرج ولا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى لكنه التقصير مننا في الحقيقة والعيب فينا وليس في لغتنا حاشا وكلا اللغة العربية ثالية جدا وغنية جدا كما سمعتم انظروا فقط الناس اللي عندهم عزة باللغة التحوم اليابان اليابان ترجم علوم الدنيا إلى لغتهم مع صعوبة لغتهم الحروف اليابانية أكثر من ألفي حرف هذا شيء غريب جدا ويقرروا الأولاد التحوم في الابتدائية يقرروا هم حوالي ألف من الحروف اليابانية في الإعدادية يكملوا لهم ألف ومئة وثلاثين حرف المتبقية يكملوا يقرأوها وشوف صعوبة حال كبيرة ومع ذلك توصلوا إلى أن يترجموا علوم الدنيا إلى لغتهم اليابانية لأن هذا الناس يجبوا معتزوا باللغة الحوم احنا اللغة تعنا هي أعظم اللغة على الإطلاق ومع ذلك الموقف تعنا منها كان موقفا سلبيا في أغلب الأحيان إذا كان شيء من النقص فهو فينا إذا كان شيء من العيب ليس في لغتنا ولا في ديننا بل فينا نحن كما قال القائل يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم فلو كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصره المتقدم وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم الله الله في هذا الدين والله الله في لغة هذا الدين لغة مباركة جدا لابد أن يحرص كل واحد مننا على خدمة هذه اللغة يخدمها يتعلمها طبعا تعلمها مليح ويتعمق فيها مليح ويخدمها بما يقدر عليه أقل القليل أن الإنسان عنده محل تجاري مثلا دير المحل تجاري لافتة من فوق ديرها باللغة العربية هل يش مديرها باللغة العربية وأنت عربي وأنت أكرمك الله عز وجل بهذه اللغة وأنت تعيش في بلد عربي إلى آخر ما هناك لماذا لا تفتخر لماذا لا تعتز بهذه اللغة المباركة إحنا إن شاء الله من جهة نعتذروا إن هذه اللغة كي قصرنا أفحقها ومن جهة ثانية ركو فهمتوا لماذا أحب لغتي حبا عظيما جما ثم أقول مبشرا في النهاية إحنا إذا كنا في المستوى ودفعنا اللغة تعنا وإنشرنا اللغة تعنا وتعلقنا باللغة تعنا فنعم ما صنعنا أما إذا قصرنا فلنبشر اللغة تعنا مضيعش اللغة تعنا محفوظة لأنها لغة القرآن وربنا عز وجل قد وعد بحفظ القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فما دام القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل له ولم يتكفل ربنا عز وجل بحفظ الكتب السماوية الأخرى ما تكفرش بحفظها تكفر بحفظ القرآن الكريم مدام أنه حافظ القرآن فالقرآن باللغة العربية معنى ذلك أن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه جل في علاه أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى لي وللمشاهدين والمشاهدات علما نافعا وعملا صالحا المتقبلا إنه خير مسؤول بارك الله فيكم وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لغة عربية حسنين لأنك وانطقي وبياني عربي قربية مطة